السلام عليكم حياكم الله في قناتكم ما في شي اسمه وظيفة سهلة أو كسب سهل أي مكسب يحتاج مجهود قبله وأفضل عمل في أيامنا هذه هو العمل على الانترنت لأنه يوفر لك دخل متنوع وفي نفس الوقت أنت تكون يارس في بيتك ومرتاح وانت المتحكم الوحيد في شغلك وفي هذا الفيديو راح نتكلم عن أولى النقاط وهي إيجاد المنتج اللي راح تبيعه وعندنا أربع نقاط أساسية وميزة هذه الطريقة أنها شبه مضمونة لأنها ببساطة التجارة بشكلها العادي والقديم كل اللي عليك أنك توفر التسويق الجيد والبضاعة المطلوبة والباقي توفيق من عند الله جل وعلا مثال بسيط خلال فترة كورونا عدد كبير من الناس توجهوا للمصانع الصغيرة في الصين وغيرها واشتغلوا بتصنيع الكمامات القماشية وغيرها من منتجات الوقاية بعدها عرضوا تلك المنتجات على أمازون أو مواقعهم الخاصة وحققوا ربح جيد جدا ميزة هذه الطريقة هي المرونة من خلال طريقة البيع واختيار المنتج فقط اللي عليك أنه يكون عندك رؤية جيدة وخطة عمل محكمة اقتراء برندات عالمية توفر قطع محدودة بعدها تعيد بيعها في الوقت المناسب أو عند نفاذها من السوق والاعتماد على التسويق اللي تقوم به الشركات المصنعة بالفعل فمثلا هاتف الايفون يتم بيع حتى خارج متاجر شركة أبل وبشكل جيد وهذه الطريقة مرتبطة بثلاث أنواع بيزنس موديل أو نماذج أعمال وهي أونلاين أربت إيج ريتيل أربت إيج وهول سيل أنت الحين وقع اختيارك على منتج وقدرت توفره بطريقة من الطرق الأربعة من الفيديو السابق الحين وين راح تبيع هذا المنتج؟ ولاحظ أنه بعدنا ما تكلمنا عن اختيار المنتج المربح ببساطة يوجد طريقتين أول طريقة منهم هي صفحات الخاصة في مواقع الشركات منها مواقع عالمية مثل أمازون وبيبال وغيرهم وفي أيضا مواقع محلية مثل نون أو تقدر تبيع على موقعك الخاص اللي تبنيه بشكل مستقل ولكن نصيحتي في البداية خلك مع المواقع الموثوقة مثل أمازون لأنها تعطيك مصداقية عند العميل أيضا موقعك الخاص يحتاج إلى الكثير من الأموال لتسويق الموقع والكثير من الوقت والجهد ولكن إذا بنيت موقعك الخاص خطوة بخطوة بعد وقت كافي من اكتساب الثقة أوعدك أنك راح تحقق أرباح عالية مع الوقت ولكن يبقى الأفضل للمبتدئين البدء من أمازون ليش؟ لما توفر هذه المواقع من ميزات مثل عدم الحاجة لرأس مال كبير لبناء الموقع وغيره والثقة اللي بنتها الشركة بالفعل مع عملائها فبالفعل المنصة تعمل والعملاء يتوافدون عليها بشكل يومي نعم راح تدفع عمولا للموقع ولكن الأمر يستحق لأن المنافع اللي ذكرناها ما راح تأتيك مجانا في البداية عليك تعرف شوية الخدمات اللوجستية اللازمة خلال عملية بيعك لمنتجاتك فالخدمات اللوجستية تختلف من منتج لآخر فإذا كنت تبيع سيارة مثلا فما راح تشتري وراك تغليف لها واضح؟ خلونا نتكلم عن المنتجات الصغيرة فالخدمات اللي تحتاجها تلك المنتجات غالبا ما تتمحور حول الشحن والتغليف وإضافة الأكواد أو الباركود وأيضا التخزين إذا كنت تتعامل مع شركة مثل أمازون فهي توفر كل تلك الخدمات لك مقابل العمولة اللي تاخذها منك وذلك بخدمة فولفلمنت باي أمازون واللي تعطيك وصول لاستخدام كل المميزات اللي تتمتع بها منتجات أمازون من تخزين وشحن وتغليف ومتابعة وحتى الدعم الفني وخدمة العملاء الخاصة فيهم ثانيا توجد بعض شركات الثيرت بارتي لوجستيك سيربيسيز الطرف الثالث اللي تقدم الخدمات اللوجستية اللي تشتغل نفس اللي ذكرناه في السابق مقابل أجرة معينة تتلقاها مقابل الخدمة طيب الحين السؤال أي طريقة هي الأفضل؟ الأمر متعلق بنوع المنتجات اللي تبيحها وكمياتها ولكن أفضل استراتيجية ممكنة هي تجربة الطريقتين وتحليل النتائج واختيار الطريقة اللي تناسبك وتخليك تربح أكثر وتعطيك خدمات أكثر ولكن عليك الحذر من العمولات المرتفعة على الربح الكبير وأثناء فترات البيع مثل بلاك فرايدي مثلا تلاقي أنها مازون تاخذ عمولات أكبر وقد يصبح الأمر الصعب في بعض الأحيان رح نتكلم عن النقطة الرابعة من النقاط الأساسية في التجارة الإلكترونية وهي كيفية الحصول على أموالك وأرباحك هاد قهوتك وتعال أبسطها لك Payment Gateway هذا المصطلح البساطة يعني آلية توصيل الأموال من العميل إلى الموقع ثم إلى حسابك الشخصي فيما بعد إذا كنت تتعامل مع منصة مثل أمازون كمثال تأمن لك المنصة العملية بعد إتمام عمليات الشراء مباشرة إلى حسابك الشخصي ولكن إذا كنت تبيع على موقعك الخاص فعليك تأمين عملية الدفع عن طريق ربط موقعك في إحدى شركات استلام الأموال مثل Bayonair أو Scribe أو Bayball وغيرها كثير من بوابات الدفع إذا أول مرة تسمع عن البيبال أنصحك تشوف الحلقة الكاملة عنها في قناتك في كثير من الأحيان حتى تقدر تستلم فلوسك وخصوصا إذا كنت تبيع منتج عالمي مبس محلي فقط قد تحتاج إلى إثباتات قانونية عن شركتك إذا تسوق عن طريق موقعك وأيضا ممكن تحتاج إلى إثبات المواصفات القياسية للمنتج وبراءة الاختراع إذا لزم الأمر ولكن الأمر يختلف من دولة وأخرى فبادر بتجهيد المتطلبات القانونية إن لزم الأمر قبل الشروع في عرض منتجاتك ثانيا شيء مهم جدا وهو الضرائب على عمليات البيع عبر موقعك ودفعها إلى الدولة في الأوقات الصحيحة حسب اللواحي القانونية للدولة الحين ومن خلال الخمس حلقات من بداية السلسلة عرضنا ما هي أساسيات التجارة الإلكترونية بكل جوانبها وفي الحلقات القادمة راح نعطيكم تفاصيل أكثر اتمكنكم من بدء مشروعكم في التجارة الإلكترونية وتحقيق الأرباح كان معاكم أخوكم خليفة ترجمة نانسي قنقر